اشتركوا في القناة في قيام صور التسعة عشرين كان للصور التعشرين في العراق تأثير في تعديل بريطانيا سياستها وتعديل حكومة او تعيين حكومة مؤقتة برئاسة عبدالرحمن الجيلاني ثم اسناد عرش العراق الى فيصل ابن الشريف حسين فاصبح هناك عرش هشميا في العراق وتم تلوى البيع بقعاز من انجلترا على ان ظلت لانجلترا اليد العليا في العراق ثم معهد التلاتين في معهد عندي مضمورة شوية في العراق اللي هي معهدت الف تسعمية اتنين وعشرين بين انجلترا والعراق والتي ابقت لانجلترا اليد العليا فتم عقد معهد التلاتين والتي تشابهت كثيرا مع التصريح 28 فبراير 1922 في استقلال الاراق منذ دخول عصبة الامم مع وجود قوات انجليزية في اماكن محددة مع تأمين خطوط المواصلات الجوية فصارت الحركة الوطنية في العراق بعد معهد التلاتين لتخلصه من الاستعمار ولكنها صارت ببطء نظرا للصراعات الطائفية بين المسيحيين النساطر الأشوريين تدخل العشائر في اسقاط وزارة ورفع اخرى الصراع الحزب للوصول للحق حدث انقلاب عسكري بقيادة بقر صدق 1936 وقتل وعادة الامور الى مجراها فيه سؤال مهم هنا لما قال قارن بين الحركة الوطنية في مصر منذ عام 1882 الى 1892 اللي هي في عهد توفيق اللي هي مرحلة القمون او الخمون والحركة الوطنية في العراق بعد معهد التلاتين موضحا اسباب ضعف كلا منهما ده سؤال سنوية عامة جاء بل كده في الامتحان 2013 في عندي بعد كده اوضاع العراق اثناء الحرب العالمية وده اخر حاجة عندما ارادت انجلترا زيادة القوات في العراق لمواجهة رشيد علي الكيلان ومنع المانيا اعترض حكمة سليمان رئيس الوزراء مع الزباط العراقيين على اعتقاد ان المانيا ستفوص في الحرب وتساعد العراقيين فقامت انجلترا بتحرق قوات من المصر والاردن 1941 وهزيمة الزباط العراقيين سؤال مهم جدا 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 اكتب قارن بين موقف حكومة القصر في مصر موقف حكومة القصر في مصر اي موقف الملك فاروق وموقف حكومة حكمة سليمان في العراق من الانجليز امتى تحديدا اثناء الحرب العالمية الثانية موضحا طلب انجلترا من كل منهما موقف كل منهما من الطلب الانجليزي نتيجة او موقف انجلترا من موقفهما طبعا عندك ايه الملك فاروق ورفض عزل سر وتعيين النحاس انجلترا نتيجة الموقف حصلت اسرع عبدين ارغام الملك تعيين النحاس تقديم المساعدة موقف انجلترا من حكمة سليمان حكمة سليمان رفض الاول موقف انجلترا او طلب انجلترا بذات القوات حرقت قوات من البصرة الاردن هزمت الضباط وحكمة سليمان وزودت القوات اخيرا في العراق معادة بورت سموس في عهد رئيس الوزراء صالح جبر عودة الحركة الوطنية للمطالبة بالاستقلال مما ادى الى عقد معادة بورت سموس التي تنص على استقلال العراق مع الاحتفاظ بقواعد جوية هب الشعب ففشلت مما ادى الى دخول العراق في حلف مغداد الف تسعمية خمسة وخمسين ذلك التحالف الذي رفضت مصر الدخول فيه او جر ايا من الدول العربية طب النتيجة ما فيش اي استقلال في هزي الفترة قامت صورة يوليو اتنين وخمسين في مصر كانت تنص على التحرم من الاستعمار سياسة الحياة الايجابي وعدم الانحياز فدعم عبد الناصر حركات المعارضة في العراق ضد نظام الحب قيام صورة تمانية وخمسين مما ادى الى انهاء النظام الملكي اعلان النظام الجمهوري واستقلال العراق العراق من الموضوعات المهمة جدا عندنا ومرتبط ام حداث الساعة ايوه وملاد الشام فنخلي بالنا منها كويسة اللي يخليكم انا عملت استرجاع بسيط على العراق مع اهم الاسئلة خلي بالنا من السؤال القارن ده اللي هو اوضاع مصر او موقف مصر وموقف العراق من انجلترا اثناء الحرب العالمية الساعة